صبحكم الخير يوم الأحد 8 أكتوبر 21 يوم الأمار مرافقنا برش ترابي برش الثور والأجواء جيدة وحلوة للأوراج ترابية طبعا الثور بطليعة الأمار ببرجه كذلك مواليد برش الجدي ومواليد برش العذراء كيف رح بيكون نهارنا؟ مبلش مع برش الحمل بالنسبة لك الأمور جيدة لكنك تنتبه من بعض المصاريف فيه مصروف اليوم ما أولي يبين لكن أنت ما النقز عليهم بعض مواليد برش الحمل يمكن يكون فيه عندهم نوع من زيارات نوع من مشروع يمكن يكون للترفيه عن نفس والبعض الآخر يمكن يكونوا عم بيرتبطوا بإرتباط مهني بتبقى المواليد الأكثر حظا 17-18 و19 نيسان أبريل بنتقل لبرش الثور أنهار مهم لي مولو برش الثور لأنه فيه وضوح عندك تتوضح بعض المسائل بتخلص من بعض الأمور الغامضة يمكن ناطر أنه حدا ينتصل فيك على الأرجح بيصير هذا إذا ما تم مبارح بالنسبة لألك إذا عم تجرب تفاوت بمسألة عم تحكي أو فيه عندكم خلاف بالبيت برات البيت وينما كان يبدو كأنه اليوم مولو برش الثور أقوى من غيره ويبدو كأنه اليوم بتطلع أنت مبسوط وراضي وكل شي واضح الأكثر حظا هي مولي 13-14 أيار مايو مكمل مع برش الشوساء بالنسبة لبرش الشوساء اليوم داك تنتبه من بعض الزعل يلي معقول يصير إليه علاقة بأحب أحبائك يمكن بيزعلوك يمكن كلمة منهم بغير محلة بتحس حالك أنك مأهور شوي أو يمكن يكون الجو ما فيه أي شيء سلبي فقط فيه هدوء فيه رواء وفيه نوع من روتين بالنسبة لمولو برش الشوساء الروتين بيضجروا ففيك تعمل حساب أنه اليوم نهار معقول يكون ممل شوي لكن بيقلك أنه الخطوات الكبيرة بتركها لبكرة وبعد بكرة يومين رائعين ضد الموليد 19-20 حزيران يونيو نوعا ما الأوفر حظان بكمل مع برش السرطان بالنسبة لبرش السرطان بيعتبر أنه هيدا نهار بيسليك هيدا نهار بيخليك تشعر بفرحة هيدا نهار بيخليك تكون مبسوط بيخليك تكون مرتاح على أوضاعك هيدا نهار بيسمح لي مولو برش السرطان يكون عم بيسمع صوته عم بيشارك وعم بيتقدم أجواء إيجابية بتخلي اليوم مولو برش السرطان يكون من الأشخاص اللي فعلا فعلا إلهم دور بناء بغض النظر عن عمرهم يعني حتى أولادكم اليوم الصغار لازم يكونوا عم بيشاركوا بحفلاتهم الأكثر حفظا 21-22 تموز يوليو بنت إلا برش الأسد بالنسبة لبرش الأسد نهار بيطلب منك أنك تكون حاضر ناضر هيدا نهار بيطلب منك أنك تكون واضح بشغلك بكلامك بالتعبير عن رأيك نهار متطلب بيحمل قلق مظبوط لكن من خلال كلمة من خلال بيان من خلال تصريح من خلال بحث بتقدمه فيك تكون فعلا أنت شخص ناجح ومتفوق الأكثر حظا بعد 15-17 أبا أغسطس بنت إلا برش العذراء بالنسبة لبرش العذراء أنت موجود بخانة الأبراج الريبحة اليوم من الأبراج الأوية المستقوية يلي ما في شي بيزيحة حتى بكرة وبعد بكرة لما تتغير الظروف أنت شخص متقدم عم تتقدم مش واقف بمطرحك ولا عم ترجع على وراء بالعكس أنت من الأشخاص الأقوياء اليوم الحظ معك 100% فما تخلي شي بعينك بتبقى الموالي الأكثر حظا 15-16 أيلول سبتمبر بنتقل لبرش الميزان بالنسبة لبرش الميزان بكرة أقوى اليوم نهار تقني بمتياز نهار مزعج بتحس أنه مش عم ترتاح مثل ما لازم أنه هيدا شهر حلو في حزوز أي في حزوز لكن اليوم هو من الأيام يلي بدك تهيئ بعض الأصص لحتى تحصل على الحزوز بغير أيام مثل بكرة وبعد بكرة بيكونوا رائعين اليوم نهار جيد تشتغل على الأصول وما راح تكون زعلين على الإطلاق 21-22 أكتوبر بعد الأكثر حظا بنتقل لبرش العقرب الحظ مزعج عندك الحظ مش معك الجو متقلب الجو مزعج احتمال يكون فيه خلاف يكون فيه زعل يكون فيه نوع من خسارة أو فشل من الأيام المزعجية اللي ما لازم الإنسان يجرب حظه فيها فأعود عائل الضبضب وبعد عن المشاكل سفر سني الأكثر تعبان موليد نوفمبر بنتقل لبرش القوس مولود برش القوس اليوم ألطف شوي من بكرة اليوم نهار شغل طويل جدول أعمال طويل من الصبح لعشية من مبارح الجو الشغل بعد ما خلص من المستحسن اليوم تيسر الأمور لأنه بكرة مع أولاد تتعقد شوي نهار يمكن تطلب مساعدة من حدا من إخويتك من عائلتك من جيرانك أو من زملائك لا يمشي الحال بشكل خاص إذا كنت من موليد 14 و 15 ديسمبر بنتقل لبرش الشدي بالنسبة لبرش الشدي هيدا نهار ممتاز مثل مبارح نوعيته من النوعية الممتازة الممتازة الأصيلة يلي بتسمح لمولو برش الشدي اليوم يكون هو فعلا سابق الآخرين سابق الآخرين بكل شي حتى الحظ حتى لو منك محضر حالك احتمال اليوم أنه فعلا تلمع نجمك يلمع جدا الأكثر حظنا 12 و 13 كنونة تاني يناير مكمل مع برشد دلو مولود برشد دلو شوف بكرة شو رح بيكون حلو اليوم لا بأسة به بعده متع بعدك عم بتصلح الأخطاء وبعدك عم تجرب تصلح الناس ببعضها لكن بكرة نهار ممتاز ممتاز جدا فما تعمل غلطة اليوم تندم عليها غلطة الشاطر اليوم ألف غلطة لأنه معقول تزيح من درب نجوميتك في اليومين المقبلين بتضلى موليد 17 و 18 شبهات فبراير الأكثر حظنا كمل مع برش الحوت مولود برش الحوت اليوم نهار عم يعطيك مجال لتحكي لتبرر لتوضح لتزور لتتحرك بعكس بكرة بكرة نهار بتقعد فيه بين أربع حيطان أو بتقعد بالمكتب أو بتقعد بالبيت يا مريض يا عم تتمارض ما قالك جلد اليوم هو نهار المناسب لحتى تحكي تفسر توضح تدافي عن رأيك وتخلي الأمور تكون واضحة شفافة على مختلف الأصعيدي بشكل خاص إذا كنت من موالي 2 و 3 أذار مارس بختم مع مولود اليوم بالنسبة لمولود اليوم هايدي سنة نوعا ما فينا نقول أنه هايدي سنة متعبة لكن منا سلبية هايدي سنة رح بتكيفأك هايدي سنة رح تقدم لك الكثير هايدي سنة رح بتخليك تكمل بالمشروع يلي بدأته من بعض من بضعة أشهر هايدي سنة رح تسمح لك أنه تكمل وتنجح وتحصد المزيد من النجاحات والمكاسب المالية أكتوبر شباط فبراير حزيران يونيو أفضل الأشهر إلى اللقاء بكرة